أكد الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام الحرص الدائم والمستمر على إجراء حوار سياسي يكون فيه خير ومصلحة الشعب اليمني وعموم المنطقة الناطق الرسمي لأنصار الله قال في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي في سبوك لهذا لقد كان مطلبنا منذ اليوم الأول أن يكون الحوار في أجواء يسودها هدوء وسلام واستقرار وللأسف ومنذ إعلان الاثنين الحادي عشر من إبريل لم يتوقف العدوان حيث استمر القصف الجوي على مناطق مختلفة وتعرضت اللجنة المحلية في الجوف لغارتين وظلت الزحوفات متواصلة في أكثر من جبهة وأضاف ومع السمرار العدوان بمظاهره المختلفة من تحليق وغارات وزحوفات فإننا نرى أن تثبيت وقف إطلاق النار والسماح للجان المحلية بالانعقاد يساعد بشكل كبير لإنجاح الحوار حتى يتحول إعلان وقف الحرب إلى مصادق عملية عبد السلام أكد السعي في الوقت نفسه لاستيضاح الأمم المتحدة حول أجندة حوار تؤسس جادة من الحوار البناء والمسؤول يؤدي إلى إرساء مسار سياسي يعتمد الشراكة والتوافق وفقا للقرارات الدولية والمرجعيات المعروفة وليس الاستمرار العدوان وانتهاج سياسة الإقصى وعبر الناطق الرسمي لأنصار الله عن أمله في دعم المجتمع الدولي لمسار السلام حتى نتجنب انعقاد جولة حوار فاشلة